سيداتي وسادتي أرجو منكم مساعدتي في الترحيب بسعادة محمد أبو العنين على المنصة لإلقاء بعض التعليقات إذا سمحتم أثناء صعود معاليه إلى هنا تذكرت أنه كان هناك نقاش وملاحظة حول الأكاديميات العسكرية المصرية حسنا كما تعلمون لدينا جميعا بعض الأكاديميات العسكرية الخاصة بنا هنا في الولايات المتحدة والتي نفخر بها كثيرا أعتقد أنه من المناسب للغاية أن نطلب الوقوف والاعتراف بأعضاء أكاديمية سيتادل العسكرية الذين ينضمون إلينا لتناول الغداء هنا لقد أتيحت لنا الفرصة لتناول العشاء معا في آخر دورة تدريبية لجامعة الدول العربية في العام الماضي وفي جامعة كونفرس وأود أن أشكركم جميعا على ما تفعلونه الآن وما أنتم على وشك القيام به من أجل بلدنا نشكركم ونكرمكم ونتمنى لكم التوفيق بسم الله في الواقع بعد خطاب معالي صاحب السمو ترك الفيصل من الصعب جدا التحدث حقا لقد كان يلمس كل شيء لقد كان ينقل الرسائل إلى جميع أنحاء العالم العربي لقد ألقى العديد من الكلمات الرئيسية المهمة التي يمكنك أنت وجميع زملائنا أن تفهموا أهمية هذه الرسائل أنا سعيد حقا أن أشكركم جميعا وأشكر بشكل خاص العلاقات العربية الوطنية والعلاقات الأمريكية وخاصة الدكتور برات رئيس مجلس الإدارة وصديقي السيد دانيال روزفيلد وصديقي الدائم السيد باتريك منشيني وشكر خاص لجميع أعضاء مجلس الإدارة وأيضا جميع زملائنا وأصدقائنا في الواقع لقد دعيت لحضور هذا الاجتماع وكنت مترددا في الحضور لأنه كما ترون ما يحدث في جميع أنحاء العالم لماذا؟ أنا آتي وأتحدث ولا توجد نتيجة قبل شهر كنت في الأمم المتحدة لحضور اجتماع الجمعية العامة ورأيت وشاهدت جميع القادة وجميع الرؤساء وجميع رؤساء الوزراء الذين بدأوا خطاباتهم بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني وكانوا جميعا متفقين على الحل حل الدولتين ولكن لسوء الحظ كانت الإجابة واضحة جدا قبل شهرين كنت في نفس الموقف في حضور اجتماع مع رئيس الجمعية العامة وأيضا مع الأمين العام وكان هناك تصويت بين الدول لصالح حل الدولتين كانت تصويته في الساعة الثالثة الساعة الحادية عشرة جاء بعض أصدقائي ليخبروني انظر أراني هاتفه أن هناك أمرا من البيت الأبيض بجعل كل الدول لا تصويت لصالح حل الدولتين أنا آسف بشدة لهذا الموقف لأنه إذا أردنا حقا حل المشكلة وخلق السلام في المنطقة علينا أن نفهم أن جذر المشكلة هو الاحتلال وهو هجوم الإسرائيليين في عام 1967 على الأراضي العربية كما تعلمون حدثت أمور سيئة للغاية وتعلمون أن الهجوم كان في الجولان بسوريا وفي سيناء بمصر وأيضا في الضفة الغربية بفلسطين وتم الاستيلاء على غزة والفلسطينيون بقوا في نسبة 27% من أرض فلسطين التاريخية وانتصرنا في أكتوبر واستعدنا الأرض في عام 1973 منذ ذلك الوقت كنت حريصا على عرض هذا الفيلم لماذا؟ لإظهار نتيجة التعاون عندما يكون هناك سلام عندما يكون هناك تنمية حقيقية وتعاون بين البلدين والاستقرار والأمن في المنطقة هذه هي مصر اليوم ما كنت تراه الآن وهذا ما حدث في السنوات العشر الماضية أعتقد أنها رسالة مفادها أننا نستطيع أن نفعل الشيء نفسه في فلسطين وفي إسرائيل وفي الأردن وفي العراق وفي لبنان وفي سوريا وأن نوقف الحرب من يستطيع أن يقود هذا؟ من هي القوة التي يمكنها أن تحدد وأن تقود الجميع من أجل عملية السلام؟ إنها الولايات المتحدة الأمريكية القوة هنا هذه هي الدولة الوحيدة بقوتها وبعلاقاتها وبمبادئها وبكل ما لديها يمكنها أن تقرر وتتخذ القرار ولكن ما زلت أنتظر كنت متردد في الحضور لأنني حقا لماذا آتي؟ لسماع الخطب والرأي؟ بالطبع أنا سعيد بلقاء الجميع لكننا بحاجة إلى العمل أين العمل؟ أين العمل العالمي عندما يكون مصمما على تحقيق عملية السلام والحديث عن حل الدولتين؟ مجرد كلام أعتقد أن الوقت قد حان لفهم هذه الرسالة بالأمس كان لدينا زعيم مستقبلي ويجب على الزعيم المستقبلي أن يفهم الواقع ويجب أن يفهم الحقيقة ويجب أن لا يصدق المعلومات الكاذبة التي تبثها وسائل الإعلام يجب أن يفهم أن هناك الكثير من وسائل الإعلام التي تلون الأخبار وأن الكثير من وسائل الإعلام تم توجيهها في اتجاه معاكس لكن هذا سيؤدي إلى الكثير من المشاكل كما حدث قبل أربعين عاما ماذا حدث؟ حروب؟ ماذا حدث في أفغانستان؟ ماذا حدث في العراق؟ ماذا حدث في ليبيا؟ ماذا حدث في الثورة؟ عندما يقولون الربيع العربي ماذا حدث؟ هل هو تدمير الدول؟ هل هو قتل الجميع؟ هل هو حرب في كل مكان؟ من خلق هذا؟ من المسؤول عن هذا؟ وماذا عن النتيجة؟ هل هو إعادة خلق الإرهاب؟ هل هو تدمير الناس؟ هل هو تدمير البلدان؟ من الذي يمكن أن يقبل هذا اليوم في هذا القرن؟ وهذا في أيامنا هذه؟ أعتقد أنه إذا قمت بتحليل ما حدث في السنوات الأربعين الماضية ورؤية ما حدث حتى اليوم فسوف تجد أن هذا هو الحل حتى اليوم ماذا حدث في العراق؟ ماذا حدث في لبنان؟ ما هو سبب إنشاء حزب الله؟ إنه احتلال في جنوب لبنان ما هو سبب إنشاء حماس؟ ليس احتلالا؟ اليوم علينا أن نعود إلى جذور المشكلة من أجل حلها وإيجاد حل في المنطقة كما يقول الأمير تركي لقد طبقنا مبادرتين وكنا قريبين مبادرة قبل عشرين سنة أتذكر كانت موافقة من اثنين وعشرين دولة كل الدول العربية تقول حسنا نحن سعداء بالعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل والاعتراف بإسرائيل وإقامت علاقات تجارية وإقامت علاقات دبلوماسية وإقامت كل شيء مع إسرائيل ولكن ارجعوا إلى المعاهدات التي احتللتموها في عام 1967 1967 أعتقد أن هذا هو الحق هناك فرق كبير عندما نتحدث عن بعض الناس الذين يدافعون عن الحقوق يطالبون بالأرض يطالبون بالكرامة وحريتهم ونحن نقول لا ليس مسموحا لكم أن تفعلوا هذا عليكم أن تقبلوا ما حدث لقد حضرت مؤتمرا قبل عشر سنوات في ملطة وكان المؤتمر من أجل عملية السلام وفي ذلك الوقت حضر من فلسطين وجاء وزير من إسرائيل وأعتقد أنه رئيس الجامعة والحقيقة أنه كان يتحدث عن أننا سعداء بتحقيق حل الدولة الواحدة أو حل الدولتين نحن سعداء بفعل ذلك ثم كانت الإجابة لا تحلموا لن تعيد إسرائيل أرضكم أبدا عليكم أن تقبلوا بما لديكم لن تقدم إسرائيل هدية نحن لا نقبل حل الدولة الواحدة أو حل الدولتين هذا هو إغراق كل الطرق لهذه العملية من يستطيع الآن أن يتحدث عن هذه العملية وهؤلاء الناس قريبون بل وحتى يناقشون هذا الأمر أعتقد أنه حان الوقت لإعادة التفكير مرة أخرى في الاتجاه الذي سنذهب إليه ماذا سيحدث؟ ماذا يمكننا أن نفعل من أجل عملية السلام؟ كيف نحقق ذلك؟ هذا هو الهدف هذا هو هدف الإدارة الجديدة هذه هي رسالتي وكل شخص من الشعب العربي يؤيد الرئيس ترامب في يوم الانتخابات إذا اتصلت بأي شخص طوال الليل كنا نتابع نتائج الانتخابات حقا لقد استمتعنا كانت ليلة جميلة جدا لقد رأينا ما يحدث لقد رأينا ديمقراطية حقيقية ودورا حقيقيا للإعلام نحن نقدر ذلك ولكننا ما زلنا نتطلع إلى النتيجة نتطلع إلى رؤية عمل حقيقي لنقول كفى علينا أن نفهم كما يقول مثلنا دائما أن العنف يولد العنف إنه يزداد عنفا علينا أن نفهم هذا أعتقد أن الوقت قد حان لإعادة الدراسة مرة أخرى وعقد مؤتمر كبير اجتماع كبير مع كل الدول العربية مع الإدارة الجديدة مع إسرائيل فقط هذه المجموعة يجب أن ترى وتجلس لإيجاد حل للفلسطينيين الحق في العيش في منطقتهم وأرضهم يجب أن يتمتع الفلسطينيون بكرامتهم وحريتهم لهم الحق في ذلك ونحن نحمي هذا في كل مكان في الواقع قبل يومين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقي خطابا في السعودية في المؤتمر الإسلامي وأشار إلى الصمت الدولي الناس يرون كل شيء يحدث ولا يوجد أي تحرك لا يوجد أي عمل والناس يسألون إلى أين نذهب الآن ماذا عن مستقبلنا هل هو زيادة الإرهاب مرة أخرى أو الناس الذين يعتقدون أن إسرائيل قطعت رأس حماس وقطعت رأس حزب الله وهذا كل شيء أقول لا إذا قطعوا رأس زعيمهم فهناك مئة زعيم لكليهما نحن لا نحتاج إلى أي نشاط آخر نحن بحاجة إلى الحديث عن عملية السلام نحن بحاجة إلى الجلوس جنبا إلى جنب للحديث عن مستقبل حقيقي لبناء مستقبلنا لإقامة علاقات جيدة لإقامة التجارة والتبادل التجاري معا لبناء منطقتنا ونقلها من هذه الحرب إلى السلام هذه هي الطريقة لخلق السلام إن مصر اليوم تعاني كثيرا لأن هناك حريقا يحيط بمصر وإسرائيل والصراع الفلسطيني في غزة وأنا آسف أن أخبركم أن هذه كانت خطة لدفع الفلسطينيين نحو سيناء ورسالتي ورسالة مئة مليون مصري ورئيسنا السيد عبد الفتاح السيسي وبرلماننا يقولون كلمة واحدة هذا هو الموعد النهائي نحن مستعدون لإنقاذ منطقتنا وأرضنا بروحنا وترابنا وجسدنا لن يكون هناك أحد نحن ضد كل محاولات هؤلاء الناس الذين يحلمون ومن لديهم الاعتقاد بأنهم يستطيعون إلغاء وتصفية الدولة الفلسطينية أو الصراع الفلسطيني لا الفلسطينيون لديهم حق ويجب على الناس أن يفهموا أن هذا الحق سوف يظل ويجب على الناس أن يفهموا أن كل شعوب الدول العربية والحكومة يدعمون القضية الفلسطينية للحصول على هذا الحق لقد حان الوقت اليوم مرة أخرى لقد خسرت مصر الكثير إذا أخبرتك فقط فقد استشهد 120 ألف في الحروب لقد خسرت مصر مليارات وتريليونات الجنيهات في حروب مختلفة وأثرت أيضا على تنميتنا وتطورنا المستمر في الماضي وحتى الآن ولكن اليوم يمكنني أن أفتخر بنتيجة عملية السلام مع مصر في عام 1979 اتفاقية كامب ديفيد نحن نحترم لأن مصر تحترم اتفاقاتها مصر تفي دائما بالتزاماتها عندما تأتي الصواريخ من اليمين إلى اليسار ومن الشمال إلى الجنوب لا نرى هذه الأشياء أبدا لا نرى هذه الأشياء أبدا الدمار الذي حدث في فلسطين والذي تجاوز 50 ألف شهيد وأكثر من 100 ألف جريح ماذا حدث في لبنان لماذا دفع لبنان هذا الثمن لماذا وإذا كانت الحرب ستمتد في المنطقة فماذا سيحدث من سيدفع أعتقد أن الأمريكيين يجب أن يفهموا أنهم سيدفعون سيدفعون كل هذه الأموال التي يجمعونها من دافع الضرائب تستخدم لتدمير الآخرين لا أحد يقبل هذا يجب أن تعيدوا دراسة كيفية توفير هذه الأموال للداخل هنا لإحداث تطور آخر نحن سعداء بكل هذه التكنولوجيا نحن سعداء برؤية أمريكا دائما في القمة وهذا حقكم لأنكم تمتلكون رأسا بين كل التكنولوجيا والمعرفة العالمية ولكن حان الوقت أيضا لرؤية أهمية الشرق الأوسط بالنسبة لأمريكا وأهمية الثروة هناك وهذا ما أريد قوله مصر اليوم تدعو كل الأمريكيين وكل المستثمرين في جميع أنحاء العالم للقدوم إلى مصر لرؤية مصر الحديثة نحن نبني حضارة جديدة لدينا فرصة عظيمة لفرص الاستثمار الأجنب المباشر أيضا لدينا ضمان كامل لاستثماركم كن حذرا عندما تكون في مصر لديك فرصة عظيمة لكسب المال وما أستطيع أن أقوله لك مؤخرا قبل بضعة أشهر لدينا مشروع جاء للتمويل من الإمارات سيبلغ إجمال الاستثمار في المشروع 150 مليار دولار ويشترون الأرض بمبلغ 35 مليار دولار نقدا هذا واحد قبل أشهر جاء المجتمع الأوروبي إلى مصر وأبرم مذكرات تفاهم واتفاقية بقيمة 50 مليار يورو في مصر للصناعة كانت روسيا تعمل على إنشاء منطقة صناعية منطقة صناعية روسية كانت الصين تعمل على إنشاء منطقة صناعية صينية والآخرون قادمون أعتقد أن الوقت قد حان لدعوة أمريكا أيضا إلى إنشاء منطقة صناعية أمريكية وكما تعلمون فإن جامعة القاهرة في طور التوسع وقبل عشرات السنوات لم يكن لدينا سوى 50 جامعة مختلفة أما اليوم في مصر لدينا 120 جامعة مختلفة وهذه هي التكنولوجيا المتقدمة وهذا هو المكان الذي نبني فيه شبابنا وشعبنا كما أن الأبواب مفتوحة أمام كل الأفارقة للقدوم إلى مصر لتلقي العلم والتعلم ونحن سعداء بتوسيع هذه الأعمال في مختلف أنحاء العالم وهذا مثال جيد عندما يكون هناك استقرار وأمن ويستطيع الناس أن يفهموا إلى أين يذهبون وأعتقد أن صوتي مع صوتكم ويتعين على الناس أن يفهموا أننا حرصون على بناء حياة جديدة وأننا مسؤولون عن ذلك ويتعين علينا أن نجعل الجميع سعداء وهذا لا بد أن يأتي مع اجتماع مهم وكبير وهذا ما نتوقعه من الإدارة الجديدة أن تقول شيئا وأن تفعل شيئا أيضا مع المجتمع الدولي ويتلخص حلمنا في تحقيق حل الدولتين والمضي قدما في عملية السلام في هذه الحالة سنقيم احتفالا كبيرا ونقول شكرا لكل من ساعدنا ونشكركم جميعا بكل الأصوات التي حسمت أمرها لصالح حق الشعب شكرا لكم جميعا وشكرا لكم جميعا شكرا لكم جميعا